خمس ايام خمس ايام خمس ايام من غير معود القعدة دي ازاي اول حاجة اللي بعتصد على التأخير والناس الكتير بدلوقتي تفكر ان انا مصطفى اتشغل في القناة التانية وخلاص هيسيبهم القناة دي وهيبدأ يشتغل في المحتوى اللي الناس بتقول عليه تافه والمحتوى السهل طبعا الكلام ده غلط 100% المحتوى ده مش سهل خالص المحتوى ده صعب ومونتاجه مين ووجع ضاهره ووجع حاجات تانية فلا الموضوع موسهل خالص فالناس اللي فاكرة المحتوى التاني ده سهل فلا ده مش سهل لكن مصطفى كان مشغول في كزا حاجة اول حاجة كان مريض كانت تعباني يعني اتاني حاجة كان فيه فرح وحاجات كده بالدخالي فكان مفروض ان انا احضر ضروري فان كنت مش مركز اوي ثالث شيء يجعلني في القناة التانية لو أنت تتبعها فهو تجد في الوصف سوف تتبع القناة التانية فهو تتبع القناة التانية كنت مشغول في أن اجهز المحتويات تانية كنت مشغول في أن أتكلم في الأشياء التي نشرتها أقرأ القومنتات و أفهم مع الناس أحاول أشرح للمحتوى ما سأقدمهم لكي أفهم الموضوع المواد و يتجل المحطوقة التافية هذا مستحيل هذا أبعد عن خيال الناس كلها أنا أتكلم بطريقة الطبيعية و برأيي الطبيعي ولكن لا أتكلم أكثر من هذا دعنا نتكلم بقى في حلقة النهاردة التي حصلت كثيرا قوى في الفترة التي تأتي عندما أخطر اسم القناة نشرت على الكميونيتي قلت لهم يا جماعة أنا أريد أن أخبرت أحد أخير يكون خاصة بالرئيقات فالناس ردت بكذا اسم و كذا حاجة فقلت تمام أسامي كويسة ولكن أسامي كويسة ولكن ليس قوي أسامي كويسة ولكن موجودة كتير أسامي كويسة ولكن فيها مشكل كتير الناس كتير تقول لي مستر مو ريأكت مستر مصطفى ريأكت مستر بوم ريأكت يكد عاني القناة مش خاصة بالريأكت بس طيب خاصة في شيئات تانية كان هناك صعوبة كبيرة و أنا آسف و أنا مذكم و ضعبان جدا فأعذروني ولكن قلت لا أتأخر عليكم أكثر من كده و صراحة أن القاعدة التي قاعدتها أحسن قاعدة و أحبها في حياتي كلها فأعذروني على تأخير طيب خاصة كما قلت لك بيبقى صعب أول أن تختار اسم القناة في الأول أنا أتكلمت قبل كده في كلتا حلقة عن اختيار اسم البراند مش اسم القناة اسم البراند يختلف عن اسم القناة أيوة أنت ممكن تعمل اسم القناة باسم البراند ولكن برضو بتختلف فأنا النهاردة عندي ثلاثة أو أربعة نقطة سنتحدث عنهم كالعادة بطريقتنا الطبيعية كانوا خمسة عندما يكون ثلاثة أو أربعة لأن هذا الموضوع لم يوجد كثيرا ولكن أنا أتكلمت في موظم البراند قبل كده ولكن النهاردة أنا أتكلم عن اختيار اسم القناة باسمها ستبقى مبنية على ماذا ولا ليه موفقتش في اختيار اسم قناة مو تيفي دعنا نتكلم في العوامل كده وأنا ليه موفقتش فيها فأنا محتاج واحدة تانية مش هجابة منين تانية ولكن اوكي هنجيب واحدة كبيرة المهمة اول حاجة البراند بيساوي يعني انت لو هتسامل القناة بتاعتك باسم البراند لازم يكون في يوزر نيم اليوزر نيم ده هو اسم البراند التاعتك مثلا اسم البراند مستر بومتك مستر بومتك دي هنعمل بقارنة منها بمو تيفي مستر بومتك لو جيت تدور عليها على اي حاجة من سوشال ميديا فيسبوك مش محتاجة بأنك تعرف حاجة الوصول هناك الاجتبع فيسبوك مع يوزر نيم مش مراحلة مستر بومتك idéeكان المستر بومتك فمستر بومتك موجود في كل حد اما يوزر نيم متى مو تيفي متى مو سروك ياخذ الاتحال في accepting متاخد في الفيسبوك و متاخد في كل حد معدى اليوتيوب مش عارف ليه فعشان كده لم استاني الشهر يعدي عشان اقدر اخده على اليوتيوب وده اللي خلاني يعني اقبل بموتي في ولكن فعلا خسرت حاجات كتير قوي لما قبلت موتي في خسرت حاجات كتير هنتكلم فيها لسه طمام فاول حاجة اختيار اسم القناة لو انت هتخليه مقيم على اسم البراند اللي انت عايزها فبالتالي لازم يكون اسم القناة في يوزر نيم واليوزر نيم ده يكون انت اللي واخده في كل مواقع التواصل الاجتماع يعني محدش يتعب ويدوخ لحد ما يجيبك على السوشال ميديا الباقي فكله حتى لو انت هتحطه في الوصف حتى لو عملت اي حاجة حتى لو انت هتعمل كل الكلام ده فلازم برضو اليوزر نيم يكون هو و هو عشان ما يتنسيش من الدماغ فدي اول حاجة ويتكلمنا فيها بالكده تاني حاجة التخصص ما تزنقش نفسك بتخصص واحد واحد م34 تقول لي انتزلقت لك بالتقنية عشان ان انت عملت قناة تانية لا м istru و مزنو في التقنية ا مليون مجال يكلم فيه و مئة يتكلم فيها فالتقنية كما يمكنك تتكلم في أي شيء من موايزات البراند مثل دروس أونلاين هذا هو اسم براند دروس أونلاين يمكنك تتكلم في أي شيء في الدنيا لا يجب أن تكون دروس إنجليزي لا يجب أن تكتبه على صبورة هذا دروس لكنه يمكن تتكلم في دروس يوتيوب دروس فيسبوك دروس أي شيء لغات برمجة أي شيء لديه علاقة بالدروس أنا نفس الكلام أي شيء لديه علاقة بالتقنية أي شيء مهما كانت لا تسمع مثلا مستر بوم ريفيوز فبعد مراجعة على مبايلات أو أي شيء لا هي تقنية بشكل عام فأنا لم أحسرت نفسي بشكل واحد هذا بسبب أن اسمي ليس مصير للاهتمام أول فبالتالي كانت تعملت اسمي أحسن نأتي إلى حدة مو تيفي التخصص كلمة تيفي هذا المسكتني فيها قليلا ولكن أيضا لو جئنا نقول مو تيفي متاخنة على اليوتيوب في المحتوى الأجنبي ومتاخنة المحتوى العربي ولكن أنا أصريت برضو أن أكمل فيه لم أعرفش ليه ولكن أنا قلت خلاص بقى عشان كده بقول لك أن أنا موفقتش تماما في اختيار مو تيفي ولكن أنا قلت بقى سبها لله خلاص تمام فتيفي دي أنا عملتها لأن أنا أعلن عن تلفزيون عن حاجة كبيرة عن حاجة حيبقى لها شأن عن حاجة حتبقى واسعة حاجة فيها مجالات كتير حاجة هتتكلم عن أكتر من حاجة تمام فدلا خلينا أكتب كلمة تيفي مع أنها وردو موجودة ومتاخدة ومن ناس كتير قوي كانت عاملة محمود اسماعيل تيفي كذا تيفي موجودة كتير قوي تيفي دي موجودة كتير ولكن أنا قلت مش مهم لبقى التخصص ما تستطيعش نفسك وحاجة واحدة البراند لازم يكون بيساوي اليوزر نيم اليوزر نيم بتاعك يكون هو البراند بتاعتك كلها ليصن handheld أجد شرق يمكن أن يصل على الفيديو حاجة من ابنين はい ستفعل اسم غريب و هذا الاسم غريب يمكن أن يكون اسمك و يمكن أن يكون بعد شهرتك و يمكن أن يكون بعد شهرتك هل تفهمني؟ إذا لم تجدت اسم غريب و تكون اسم محترم ستفعل اسم غريب مثل طربوش و ستفعل شهرتك بعد ذلك أو ستفعلها باسمك و هذا شيء يجب أن تفعله و تختار اسم للقناة و إذا لم تجدت اسم غريب و إذا لم تجدت اسم غريب مثل متريكس 19 و إذا لم تجدت اسم غريب ستختار اسمك مثل أحمد الجروسي و ستفعل قناة باسم غريب مثل طربوش فاصوليا و هناك قناة اسمها فاصوليا مثل مستر شنب و هذه الأشياء يجب أن تضعها في أطنائك لأن هذا اسم القناة من أكثر من الأشياء التي تنجح القناة و يجب أن يكون اسم القناة مهمة و يجب أن يكون اسم القناة مهمة و هذا اسم مهمة فقط يتحدث عن الرقم أربعة و أخر و هكذا لكنه لا يقنح الناس كيف أن يكون اسم قناة من أفضل أكثر من أفضل و أفضل و الإسم القناة من أفضل و يكون بمقطع واحد هذا ما أفضل من أفضل و عندما يكون اسم قناة من أفضل و يتفهم بسرعة و يفتكرت من أفضل فلما يكون بمقطع واحد وحاجة بسيطة صغيرة موت في مستر بومتك تعتبر من كذا مقطع ولكنها برضو ملزوقة بمعض يعني لو جدت اخذ بالك مستر بومتك ملزوقة ماتريكس ننتلوت 19 تاربوش مستر شانب كتير لا كتير فعلا الأسامي موجودة كتير قوي اللي هتلاقيها اكتر اشهر القنوات الموجودة هتبقى باسم واحد او بمقطع واحد يا اما هتبقى باسم الشخص نفسه تمام زي مهب شادي حاجات كده زي واهبس واهبس باسم واحد بس تمام مقطع واحد بس فده مهم جدا فيا اما القناة هتبقى بمقطعين ويكون لازقين فبعد يا اما القناة هتبقى بمقطع واحد ويكون قصير مش طويل او تمام الاسم طويل مش مش يعني هيفشل يعني لا مش هيفشل ولكن كل ده طبعا بيعتمد على المحتوى وده طبعا ممكن نتكلمها بحلقات تانية يعني المحتوى ده او ما زلنا بتتكلم بحل انا كلمها عن الجيمينج انا بتتكلم مع الرياءكت Clifford فا لا بنتتكلم في الحوارات المحتوى فا متتكلم محطوى معدي شفايةين لاعني عملك هكذا كلم هذه من المحتوى في المحتوى اللي Taun فاكتب الى المحتوى المقابل قطعة التابعة انت عايز تعرف اكتر عن محتوى ايه. وانا ان شاء الله عمي حلقا. فبس كده. بعد زي مرة تانية بتلاقي مسلا نهاردة اليوم متلغبط شوية اه انا ضيخ شوية اصلا وتعبان فاعظروني. يعني الحمد لله وبس كده. شك عشان شوفت الفيديو واشوفت ان شاء الله في الفيديو. اللي جايدت لعجبك الفيديو. احيات ابوك تعمل لي لايك وتشترك في القناة احط اوبر شوفني. وما سيدي. صراحة.